كهلان الهادي يقول شخصان كان لهم بئر ماء مشتركة توفي الشخص الأول فصارت الشراكة بين ورثة الشخص الأول والشخص الثاني وقام هذا الأخير بخدمة البئر وطالب ورثة الشخص الأول بنصف التكلفة ولم يكن معهم وسجل دينا عليهم توفي الشخص الثاني و ورث البئر أحد أبنائه لمن يؤد الدين للجميع الورثة أم للإبن الذي أخذ البئر لا يؤدى إلى ورثة المتوفى الذي له الحق عليهم فلا علاقة لمن آل إليه نصيب أبيه في البئر لأن هذا الحق ثابت لمورثهم فيؤدى الحق إليهم ثم هم بعد ذلك يقتسمونه قسمة الميراث بحسب أنصبتهم المفروضة شرعاً والله تعالى ترجمة نانسي قنقر